أعلنت حملة كامالا هاريس نائبة رئيس الأمريكي أنها جمعت 310 ملايين دولار في يوليو الماضي بفضل تدفق تبرعات صغيرة بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق وأعلان تأييده لهاريس وقالت الحملة إن الرقم المسجل في يوليو هو أكثر من ضعف المبلغ الذي جمعته حملة المنافس الجمهوري دونالد ترامب في نفس الشهر وهو 138 واسعة من 10 مليون دولار ويرفع إجمالي الأموال التي جمعتها هاريس وبيضن من قبلها إلى أكثر من مليار دولار لتصبح أسرع حملة رئيسية تتجوز هذه العتبة في التاريخ